وعشان موضوع كورونا بيعمل بعض المتغيرات اللي ممكن تكون لها تأثير على البعض بسبب انه معدلات الاصابة بتزيد في عدد من البلاد ففي قيود بتفرض الامارات مثلا زودت بعض القيود سواء فيما يخص بعض القطعات الاقتصادية اللي كانت شغالة الفترة اللي فاتت لا تقال انه دلوقتي ما تبقاش شغالة المملكة العربية السعودية برضو بعد يعني توصيات من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية وفي ضوء هذه التوصيات اتخذت القرار وزارة الداخلية السعودية بانه تعليق حيتم تعليق الدخول للوافدين من خارج المملكة العربية السعودية من 20 دولة منهم الامارات وامريكا والارجنتين المانيا المملكة المتحدة اندونيسيا ارلندا ايطاليا باكستان يعني 20 دولة منهم جمهورية مصر العربية وده اعتبارا من امتى اعتبارا من غدا الاربعاء من الساعة التاسعة يستثنى من ذلك طبعا الدبلوماسيين ممارسين صحيين عائلتهم وبالمناسبة المنع ليس فقط للقادمين من هذه الدول من 20 دولة دول انما للقادمين من اي دولة مروا من خلال 20 دولة دول فده القرار اللي اتخذته المملكة العربية السعودية ففي ضوء ذلك شركة مصر طيران قالت انوا يا جماعة بالنسبة للقادمين من المملكة العربية السعودية الرحلات شغالة مستمرة بالنسبة للمسافرين الى المملكة العربية السعودية بكرة مساء مفيش تم التعليق في المملكة العربية السعودية فبالتالي مفيش رحلات طيب المسافر قبل 9 ايه اللي هيحصل معاه المسافر بعد الساعة 9 هيعمل ايه هيسترد بقى قيمة التذكرة ولا ايه اللي هيحصل انا متأكد يعني ان القرار لسه صادر منذ يعني سويعات قليلة فاعتقد انه لسه الاجراءات وكل التفاصيل بيتم الاعداد لها بس خلونا نعرف برضو مزيد من التفاصيل حول هذا التطور من الكابتن طيار رجدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر الطيران كابتن رجدي مساء الخير برحب بحرك معنا بداية الرحلات القادمة لن تتأثر لا ما فيش مسكلة كل الرحلات الرجعة ما تأثرتش وهترجع ان شاء الله طيب رحلات الذهاب الذهاب من القاهرة هتكون رحلات الصباحية بكرة اللي هي اي رحلات هتصل قبل الساعة 9 المملكة العربية السعودية ان شاء الله هتبقى في معادها ان شاء الله في معادها انما اللي هتصل بعد الساعة التاسعة خلاص دي هتتوقف دي هتتوقف اه هتتوقف عن استخبار ركاب الذهاب الى المملكة نعم لكن العائدين ممكن يرجعهم فيش مشكلة نعم طيب اللي كان حاجز بعد الساعة التاسعة هل هيسترد قيمة التذكرة ولا ايه الاجراء اللي هيتم بيكون الاختيار للراجعة دي اما هيسترد التذكرة اما انه بتبقى التذكرة موجودة معايا استعملها بعد ان شاء الله عودة للحركة هل يعني ورد لحضراتكم اي بيان فيما يخص متى قد تعود حركة التهيران الى المملكة لا هو الحقيقة ما تقلش في البيان اللي جيه امتى هتعود الحركة اه تمام بشكر حضرتك على هذا التوضيح كابتن طيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة المسطران اذا اي حد حاجز للصفر الى المملكة العربية السعودية غدا وتصل الرحلة قبل الساعة التاسعة فالرحلة قائمة لو هتصل بعد الساعة التاسعة فالرحلة تم الغاءها وكابتن طيار رشدي زكريا قال اللي عايز يسترد قيمة التذكرة ده متاح اللي عايز يخلي التذكرة معاه لحين عودة الرحلات مرة اخرى عشان يقدر يسافر على اول طائرة ووفقا يعني الحجز اللي هيقدر يعمله فما فيش مشكلة يعني لديكم الخيارين اللي عايز بقى يتابع الموقف بالضبط تقدروا تتكلموا على رقم 1717 من اي تريفون محمول او من خط ارضي تتكلموا على رقم 090070000 يعني 0900740 او من خلال الموقع الالكتروني اللي هو egyptair.com عشان تقدروا تستفسر او طبعا من خلال مكاتب مصر للطيران فوجب بس التنوية عشان لو اي حد كان عامل حسابه يسافر قرار المملكة العربية السعودية واضح بكرة من الساعة التساعة مساء يفعل هذا القرار بتعليق اي رحلات قادمة من 20 دولة منهم جمهورية مصر العربية ولم يتم الاشارة متى ستعود الرحلات مرة اخرى وتستأنف الرحلات